أزدل استتار مساء أمس على أعمال الورشة الخاصة باعتماد النصوص والنظم القانونية المتعلقة بالمناجم وسبل استغلال الموارد الطبيعية حيث شارك في الورشة خبراء وفنيين من الدول الإفريقية وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبا صلاح هو من رأس أعمال الاختتام تقرير عبدالله هارون برما إن الورشة الخاصة للاعتماد على النصوص القانونية لقطاع المناجم وتقوية العاملين بالدول الإفريقية لا سيما في مجال التعديل واستغلال الموارد الطبيعية حيث اختتمت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام على التوالي بمشاركة قبراء فنيين من الدول الإفريقية الورشة تحدث للاعتماد للنصوص القانونية الجديدة وتوهيد الرؤى لقطاع المناجم بالدول الإفريقية هذا وقد بدأت المناسبة بتقديم برقية الشكر وتوصيات للحكومة طالبين فيها تطبيق وتفعيل هذه النصوص كما أنها تسمح للعديد من الدول الإفريقية على توهيد النصوص المتعلقة بقطاع المناجم في هذه الدول وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبا صلاح أثناء كلمته القتامية شكر الهضور والقبراء الفنيين على جهودهم لمناقشة اعتماد النصوص القانونية المتعلقة بقطاع المناجم واستغلال الموارد الطبيعية والتي تسمح بدورها في تعزيز التنمية الشاملة كما أن هذه النصوص الجديدة تسمح وتساعد في الوقت الراحن على تطوير قطاع المناجم والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وعلى المشاركين في أعمال الورشة اكتسبوا معارفة ومعلومات أساسية تمكنهم على القيام بأداء واجبهم وتطوير هذا القطاع الحيوي ديبلوماسيا قدم اليوم السفير البلجيكي لدى تشاد سعادة استيفن دوبان نسخ من أوراق اعتماده إلى أمينة الدولة بوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي حوى عثمان جامع ويقيم السفير البلجيكي بياوند العاصمة الكامرونية وقد تقلد الدبلوماسي البلجيكي العديد من المناصب في بلدان شتى وعقب خروجه من المقابلة صرح للصحافة بأنه أبلغ أمينة الدولة في الخارجية بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البلجيكي لتشاد وتعيين قنصل لبلجيكا في تشاد بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب العاملين في المجال الدبلوماسي بشاد